بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر محمد جلال مدرس اول ساينس ان شاء الله بازن الله. النهاردة هنشرح ونلخص للصف الخامس الابتدائي. ما ان شاء الله النهاردة بازن الله. نلخص ونشرح للصف الخامس الابتدائي. بداية احب اشكر كل الطلبة وكل اولياء الامور. اللي تفاعلوا مع البوست بتاعي النهاردة على الفيس. وشيروه على اقول عليه. شكرا لكم جميعا. نبدأ يلا بنا بسم الله ما شاء الله توكلنا على الله. عبارة عن جهاز اسمه وجهاز اسمه جهاز الالكتروماجنت يا شباب دايما بنقول الانصر اه بنقول الساينس دايما الساينس فيه انصر كي يعني فيه كلمات مفتاحية كده بتعرفك في الاجابة. اول جزء من الالكتروماجنت واخر جزء ماجنتيك. معنى كده ان الالكتروماجنت دهوت كونفيرتس الالكتروماجنتيك انيرجي. يبقى بالراحة كده لو جالي في الامتحان وقال لي. الالكتروماجنت كونفيرتس بوينت انتو بوينت. من غير ما تفكر. اول جزء في الكلمة الالكترك. اخر جزء في الكلمة ماجنتيك. يبقى يا مستر بيحول الالكتروماجنتيك انيرجي انتو ماجنتيك انيرجي. يعني انت بتلاقي الحل جوا السؤال نفسه. طي. يا ترى الالكتروماجد ده بيتكون من ايه? بص حبيبي. الالكتروماجد ده بيتكون من تات حاجات. بيتكون من وبيتكون من وبيتكون من باتري. هنجيب مصمار حديد. ونلف عليه سلك نحاس. لو انت جبت اي سلك كهرباء وشلت البلاستيك اللي على الوش ده هتلاقي جوه البلاستيك في كابر واير. انا عايز كابر واير مش عايز بلاستيك خالص. لان البلاستيك دوت دي يعني مادة عزلة. مش عايزه. فانا هجيب الكابر واير. الفه على المصمار اللي انا جبته. هيبقى عندي طرفين? طرف هوصله بالبوستف بول بتاع الباتري. وطرف هوصله بالنيجاتف بول بتاع الباتري. يبقى انا جبت روت اير لفتح عليه كابر واير. اصبع عندي طرفين? طرف كونيكت وز بوستف بول اف باتري. وطرف كونيكت وز نيجاتف بول وز باتري. كويس اوش. طيب انا هنا بقى اعرف ازاي ان الالكتريك انرجي اتحولت الى ماجنيتك انرجي. لو انت روحت عند الراجل بتاع الحداية البويات طروه والله يديني باتنين جنيه مصامير صغيرة. وجبت المصامير الصغيرة ده هيت. وحطيتها هتلاقي عمل اتراكشن للنيلز. عمل اتراكشن للمصامير. لو انت فصلت الكابر واير هتلاقي النيلز فول ده وانت ققع على الارض. طب ارجع وصل تاني الكابر واير بالباتري. هتلاقي الروت ايرن عمل اتراكشن للنيلز. ده معناه ايه يا شباب? معناه ان مجرد الروت ايرن. كلمة يعني مؤقت. مغناطيس مؤقت. وبنسميه مغناطيس مؤقت لانه بيعتمد على الكهربا. بيعتمد على ايه? على الكهربا. بيعتمد على الكهربا. عايز توصيل الكهربا. عشان خاطر عشان خاطر يوصل الكهربا للمصمار ويوصل له ايه? الكهربا فيهم يتحول الى معنى ذلك انما لو فصلت الكهربا عن الروت ايرن هيعمل لوصلت له الكهربا هيعمل جين للمغناطيزم. يبقى what happen when? اقول له it will become الاكترو مغناطيس. هنا بنقول اني الكمبوننتز تاعت الاكترو مغناطيس باتري دي المين سورس اوف الاكتريك انرجي. عشان توصل الكهربا جواه. الروت ايرن يعمل لوز ارجين مغناطيزم. امتى يعمل لوز المغناطيزم? لما اعمل عنه اقطع عنه الكهربا. امتى يعمل جين مغناطيزم? لما اوصل للكهربا باسس الكهربا سروقت. يبقى الروت ايرن لوز مغناطيزم. يعمل جين مغناطيزم. يعمل جين مغناطيزم. يعمل جين مغناطيزم. بيقول لي جيف ريزن زفور. روت ايرن ده نوع من انوال حديد اسمه حديد مطاوعة. اسم اشمعنا يا مستر استخدمنا الروت ايرن اقول له يعني يفقد او يكتسب المغناطيزم بسهولة حسب طبعا. يبقى اقول له طب هنا يا شباب لما نشوف الالكترو مغناطيزم امتى? وين كاتينج الكارنت او وين كاتينج الكتريستي. لما قطع عنه الكهربا يتحول الى مصمار عادي خالص. ملحوظة مهمة جدا. الالكتريك كارنت هاز ماجنيتك افكت. الطيار الكهربى ليه ماجنيتك افكت. لتأسير مغناطيزم. عشان كده بنقول لو انا جبت كومباز حطيته جنب الكتريك واير. زا ماجنيتك نيدل اف كومبز. ليه يا مستر الابرة المغناطية تتحرك بتاعت البصلة? اقول له بكوز الكتريك كارنت هاز ماجنيتك فلد. بكوز الكتريك كارنت هاز ايه? هاز ماجنيتك فلد. يا عمامة لو جبت ابرة مغناطية. لو جبت بصلة. وحطيتها جنب سلك الكهربا. الاقي الابرة المنصية بتنحرفي مين وشمال? اقول له بسبب ان الالكتريك كارنت هاز ماجنيتك افكت. يعني اي طيار كهرابي لتأسير مغناطيزي. طيب انا عايز الالكترو ماجنيت دي باور بتاعه عالي قوي. عايز ازود الباور بتاعت الالكترو ماجنيت. فبيقول لي عشان اخلي الالكترو ماجنيت قوي اعمل ايه? مانبر وان. انكريز نمبر اوف باتري. انكريز نمبر اوف ايه? باتري. يا عمامة لو وصلت الكابر واير بوان باتري زي تو باتري زي تين باتري زي وان هندرد باتري. طبعا لا. كل ما بزود الباتري. كل ما بتزيد الباور. وبالتالي انا باقدر احول استرونج الكتريستي انتو استرونج الكترو ماجنيت. اقدر احول الكهربا القوية الى مغناطيس قوي. الطريقة التانية انكريزنج نمبر اوف كويل كابر الراوند روت ايرن. هل لما الف تلات اربع رفات من الكابر واير حوالين الروت ايرن? زي ما الف مئة او مئتين لفة حوالي الروت ايرن? طبعا كل ما بعمل انكريز نمبر اوف كويل تيرنس كابر الراوند روت ايرن. كل ما بزود لفات النحاس حوالين مصمار ده بيبقى احسن واقوى في الالكترو ماجنيت. يبقى انا احصل على الالكترو ماجنيت قوي بطريقتين لاما انكريز نمبر اوف باتري لاما انكريز نمبر اوف كويل كابر الراوند روت ايرن. بيقول لي we must increase number of battery in الاكترو ماجنيت. اقول له to increase power of الاكترو ماجنيت. and become strong attraction. وهو لو ماطس قوي هيبقى الاتراكشن بتاعه ايه قوي? يبقى انا بزود الباتري او بزود الكابر واير الراوند روت ايرن عشان هدف واحد اللي هو to increase power of الاكترو ماجنيت. ازود قوة الاكترو ماجنيت. وبالتالي become strong attraction. يبقى قوة جاثبه قوية. number two we must increase number of coil cover around the root ايرن. اقول له to increase power of الاكترو ماجنيت. and become strong ماجنيت. نفس الايه? الانصر. uses of الاكترو ماجنيت. انا بستخدم الاكترو ماجنيت. احنا ليه بندرسه? اولا بستخدم الاكترو ماجنيت في هو الوينش. الكرين هنا يا شباب. يعني الوينش هنا مش المقصود بيه اللي انت بتشوفه في العمرات الجديدة واللي بيطلع عطوب وزلط ورامل لا. الكرين هنا يعني كاري ايرن. يعني كاري اا 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 ايرن في عندي لكن ما ينفعش يشيل الوود. ما ينفعش يشيل كبر. ما ينفعش يشيل الامونيوم. لان الايديا بتاعة الكرين هنا. فكرة الكرين هنا انه بتعتمد على انه بيحول الكهربا الى ماغناطيس. وبالتالي الماغناطيس ما يقدرش يعمل اتراكشن الا للماغنيتك ماتيريال انلي. عشان كده بنقول لو جاء لترو اول فولس كرين كاري ماغنيتك ماتيريال فولس غلط. الكرين كاري ماغنيتك ماتيريال انلي. لان الفكرة بتاعتمد فكرة بتاعته بتعتمد على الاتراكشن فورس اوف ماغنيت. مامبر تو في اليوزز اوف الكترو ماغنيت. بستخدامه في صناعة الاجهزة الكهربية. مع دا التلاجة. يعني عند الاجهزة الكهربائية زي وزي المكسر فيها طبعا الريفريجريتور. طيب. الي هو الجرس الكهرابي ده بيستخدم فكرة وعندي المكسر بيستخدم فكرة الالكترو ماغنيت. نجي بقى على الجهاز التاني. بانا زي ما قلتلك. عبارة عن جهازين جهاز الالكترو ماغنيت بيحول انتو ماغنيتك اما الجهاز التاني اسمه وداينامو يعني مولد كهربائي طالما مولد الكهربائية. هنشوف فكرته. بنقول عليه انه عبارة عن جهاز بيحول كينتك انرجي انتو الكترك انرجي. يبقى كونفيرتس كينتك انرجي انتو الكترك انرجي. ازاي يا مستر بيحول الكينتك انرجي انتو الكترك انرجي. عشان نوضح فكرة الدينامو لازم اوضح لك حاجة. لو انا جبت هورس شو ماجنيت. احنا خدنا قبل كده الهورس شو ماجنيت دوت ماجنيت. احنا عارفين ان اي ماجنيت ليه ماجنيتك فلد. فانا بقول لك اهو في ماجنيتك فلد. هنجيب جهاز اسمه الاميتر. الاميتر ده جهاز يبقى هنجيب جهاز اسمه الاميتر. الجهاز ده لي بوينتر لمؤشر. هوصل الاميتر ده هو بكابر واير بسلك نحاس. يبقى هجيب جهاز اسمه الاميتر. الاميتر دوت بي ايز. شادة الطيار الكهرابي. والاميتر ليه بوينتر. انا بوصل الاميتر بيه كابر واير. وبعدين هحرك الكابر واير اللي متوصل بالاميتر. بتوين تو بولز اوف هورس شو ماجنيت يعني عمودي. بهيس يعمل يصطدم بالماجنيتك فلد. فلما يصطدم في الماجنيتك فلد. ابص للبوينتر. الاقي البوينتر دفلكت. يعني ايه دفلكت? يتحرك يمين وشمال. هو لي يا مستر? لما بحرك الكابر واير بتوين تو بولز اوف هورس شو ماجنيت. البوينتر دفلكت. اقول له بكوز ماجنيتك فلد. فالحركة بتاعت. الكابر واير دي. عبارة عن كاينتك انرجي. بيتحول الى الكترك انرجي. بقدر اشوفها من خلال حركة ايه البوينتر. لكن لو انا حركت الكابر واير. هورزنت لي. هورزنت ليه. طبعا مش هحصل اي حاجة. لان الهدف كله ان اعمل. عشان كده لما يقول لك الكترك جينريتور كونفيرتس كاينتك انرجي انتو الكترك انرجي اقول له بكوز كاتينج ماجنيتك فلد. طيب نيجي بعد كده بيقول لك فريزن زفور داينمو اس كونفيرتس كاينتك انرجي انتو الكترك انرجي اقول له بكوز ات كاتينج ماجنيتك فلد. احنا قلنا ان الاميتر عبارة عن ديفايز يوز تو ميجر الكترك كارنت انتنستي. يعني الاميتر ده هوت عبارة عن جهاز بيقيس شدة الطيار الكهربي. الاميتر منه اه سوري الداينامو الداينامو منه نوعين. في وفي لو انت سألت باباك زمان كان بينتش يشتهر قوي يبقى في داينمو داينمو شاكهة الاضاءة بتبقى قليلة في الشوارع فكان الداينامو داوي بينور للرجل سأل عاجلة بتاعته. موجود بعض دي وقت فيها الداينامو. ممكن كنت عشان لو انت ماشي في شارع ضل ما ينور لك. ماشي في طريق ضل ما ينور لك وعه كزا. بثبته فين بقى? بثبته عند 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 كويتش العجلة. ليه? كويتش العجلة بتعمل فيقوم الداينامو يعمل معاه? فيعمل يعمل ايه? للمجنيتك فيلد. يبقى انا بثبت عند عشان لما تعمل تلف وتدور يقوم الداينامو يعمل فيعمل فيقوم يحول الكينيتك انرجي انتو الكتريك انرجي. طبعا السد العالي او الكتريك باور ستيشن. طبعا هنه عارفين السد العالي اللي هو موجود في اسوان دوت القوة الدفع بتاعت المية بتخلي الداينامو يعمل روتيشن سريع فيعمل فيحول الكينيتك انرجي انتو الكتريك انرجي. طبعا الكتريك باور ستيشن كل منطقة لها محطة كهربا لو انت منطقتك فيها محطة كهربا هتلاقي فيها اجهزة ضخمة كبيرة دي الهيوج داينمو. يبقى عندي الاسمول داينمو في زي وعند الهيوج داينمو زي الهاي دام والالكتريك باور ستيشن طعيب. ويز تو انكريز باور اوف داينمو. ازاي اخلي الالكتريك جزيته قوي? ازاي اخلي الداينمو قوي? مانبر وان يوزنج سترونج ماجنيت. لان احنا يا شباب بنقول ان الداينمو بيتكوم الحاجة دين. الداينمو بيتكوم من ماجنيت وكويل كبر كويل كبر ملف نحاس. يعني لو جي في الامتحان وقال لي الداينمو كونسيستس اف اقول له ماجنيت وكويل كبر. كويل ايه كبر? يبقى الداينمو بيتكوم من حاجتين. ماجنيت ومن تاني كويل كبر. عشان كاب نقول عشان اخلي الداينمو قوي. مانبر وان يوزنج ماجنيت. مانبر وان ايه? يوزنج ماجنيت. استخدم مانطيس قوي عشان احصل على كهربا كتير. مانبر تو انكريز مانبر اوف كويل تيرنز بتوين تو بولز اوف ماجنيت. هل وانا بحرك الكويل كبر بتوين تو بولز اوف هورس شو ماجنيت? لو انا تحركت بطء زي ما تحرك بسرعة? طبعا لا. لما تحرك بطء هعمل الماجنيت قليل. لكن لما تحرك بسرعة هعمل كتير. وكل ما اعملت كتير كل ما تولد ليا اكتر. يبقى عشان اخلي الداينمو قوي اعمل حاجتين لاما لاما اعمل كتير. اعمل كتير. اعمل كتير. بيقول ليه ما استخدم في الالكتر جنريتور? اقول له. عشان احصل على كمية كهربا كبيرة جدا. انا شايفين بسم الله ما شاء الله السد العالي مغطي على اغلب كهربة مصر. هو اللي بيغزي مصر باغلب الكهربة الموجودة فيها. لان بتاعت الووتر قوة دفع المية. بتعمل قوي للداينمو. بيعمل كتير فيطلع لكهربا كتير. نفس الفكرة كل ما ما اعمل كل ما زود كل ما يحول فبقول له. انا بستخدم ايه? كل الكهرباء اللي في مصر او اغلبها بمعنى صح. اغلب الكهرباء اللي في مصر من السد العالي. فبنقول بستخدم اللايتنج هاوسز. اضاءة البيوت. اضاءة الشوارع. تشغيل المصانع والالات. ايوة برافو عليكم ايوة كده. طب انا هلخص بقى كل اللي خدنا احنا قمنا لسم فور عبارة عن جهازين. اول حاجة الالكتروماجنت بيحول الالكتر نحاس باتري الحجارة. اما الداينامو بيكون من ماجنيت و ملف نحاس. ازاي ازود قوة كل واحد? ازود قوة الكترو مجد بترقاطين. ازود عدد بطاريات الحجارة. ازود لفات السلكة حوالين المصمار. يبقى ازود لفات السلكة حوالين ايه المصمار? طب ازاي ازود الباور بتاع الدينامو. منبر وان يوزنج سترونج مجد استغنص قوي. منبر تو انكريز نمبر اف كويل ترنز بتوين بولز اف مجد. ازود عدد لفات بين قطبي ايه الماناتيز. اليوسز بستخدم الكترو مجد في ايه? يوزد تو ميك كرين بستخدم الكترو مجد في صناعة الكرين. وقولنا الكرين دهوت. كاري ماجنيتك ماتيريال اونلي. مامبر تو يوز تو ميك الكترك ديفايزز اكسيبت ريفريجريتور. طب انا بستخدم ايه? طيما انا بحب دايما انا بحب انما الشرح اللي اشرحه اركز عليه وادمجه باسئلة ونقط عشان تلتصك بدماغ الطالب. وتبقى يعني الطالب المعلومة وصلت له في صورة اه شرح وصورة اسئلة. بنقولنا هو المرة بت Analecto magnet. هو الان مرة تانية. مرة تانية. مرة انا. EA Point Blue. يابقى الالكتروماج مفرقة من المك��lene التصiphين الثاني الاستفilo بشغيل الثاني السعيد المفرقة الوامر narrowli الوضاء لانضيف الطعبة fun과اء låخي يح Wick 3 سغل النبات ليصدفة الدقيجة أهلاً yeah Sigh 6 2 في النهاية انا كده لخصت وشرحت اللي هو بيتكلم على اتمنى ان يكون وضحت واتمنى تكونوا سفدتم من الفيديو ان شاء الله بإذن الله بكرة هنبدأ في يونتو بإذن الله وافكركم ان ان شاء الله نتيجة المسابقة يوم الاثنين ان شاء الله الساعة 8 بشكر تاني كل طالب وكل ولي امر يتفاعل مع فيديوهاتي ويتفاعل مع البوستات اللي بنزلها واشكر كل طالب وكل امر كل ولي امر بيشارك كل فيديو ويشارك كل بوست بنزله شكرا لكم جميعا انتم كده بتشجعوني ان انا استمر وبحس فعلا ان في حد بيقدر مجهودي وبيقدر تعبي في النهاية استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم